اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ان التعاون البناء والتفاهم والتوافق النيابي والحكومي الذي تشهده مناقشات اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة مع الفريق الحكومي سوف ينعكس ايجابا على المواطنين وسيسهم في الحفاظ على مكتسبات المواطنين ورفع المستويات المعيشية للأسرة البحرينية وتحقيق التطلعات والاهداف المنشودة واشار رئيس مجلس النواب لان برنامج الحكومة الفين وثلاثة وعشرين الفين وستة وعشرين يعد وثيقة سياسية تعدها الحكومة خلال المدة التي حددتها المادة السادسة والاربعين من الدستور وتتضمن الخطوط العريضة والرئيسية لرؤية الحكومة واستراتيجياتها وأولوياتها وسياساتها العامة التي تنوي القيام بها دون أن تتضمن التفاصيل والجزيئات التي يكون مكانها عند مناقشة الميزانية العامة للدولة وقد جاء البرنامج تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال تفضله بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس مشيدا مع لي باهتمام وحرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دعم وتعزيز مسارات التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والجهود المستمرة والمتابعة الحثيثة لمواصلة تطوير الأداء الحكومي والخدمات في كافة المجالات والقطاعات والمؤسسات وتحقيق المزيد من الانجازات في مسيرة البناء والتنمية لصالح الوطن والمواطن معربا معالي رئيس مجلس النواب عن الارتياح النيابي من التجاوب الحكومي مع المرئيات التي تقدمت بها اللجنة وساد النواب وما تشهده الاجتماعات المشتركة من توافق مشترك ومسؤولية وطنية وتعاطي إيجابي والعمل معا من أجل تحقيق التطلعات وتلبية الاحتياجات وفق تفهم المعطيات والتحديات والأولويات الوطنية وأضاف معالي أن اجتماعات اللجنة مع ممثلية الحكومة ستتواصل في الأسبوع القادم بعد دراسة الفريق الحكومي للمرئيات والأسئلة التي تقدمت بها اللجنة لمناقشة واستعراض الردود الحكومية عليها مؤكدا أن التعاون البناء والروح الإيجابية والرغبة الصادقة والعمل بروح الفريق الواحد التي تسود اجتماعات اللجنة النيابية مع ممثلية الحكومة ستحقق التوافق المنشود في إطار القواعد الدستورية واللائحية المعمول بها للتعامل مع البرنامج والممارسة الديمقراطية التي تسود هذه الإجراءات من أجل مواصلة العمل والإنجاز بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين